في بعض الشركات اللي هي المؤسف اللي عمل فيها للأسف بتعامل فيها مع حيوانات حيوانات الحقيقة دي أنا أصارتها في قلبي ويحبش أقولها لغاية من كام يوم على لينكد ان عمل فوله لحد لقيتم قسم أنواع الحيوانات اللي بتقابلهم في الشغل لعشر أنواع يلا بينا نعرف كل حاجة عملي عن البزنس يلا بينا نعرف كل حاجة انت مع أوريجرام مساء الخير أنا اسمي مرام مختار وبجد في بيزنس كولر رجل محترم جدا أنا عمل له فولو هو يعني انجليزي الرجل السائع الانجليزي ده وصل لمرحلة من الضغط النفسي ان هو فعلا مسك عشر أسماء حيوانات وخد الابريفياشن بتاع الحروف اللي فيها يعني مسك أول حرف من أول كلمة وحطها في وصف علمي لكل حيوان عشان تعرف ازاي تفهمه وتعرف ازاي تعمل معي يلا بينا نعرف ايه هم العشر أنواع هناخد خمسة السائشن دي وخمسة السائشن اللي جاي ان شاء الله أول نوع عشان ده نوع منتشر بغزارة في السوق المصري هو البروت باروت يعني بغبغان طب ليه اختار البروت لأنه هو مزعج جدا ودايما بيكرر كلام الناس عرفته بيعطر الاجتماعات ياخد كلام من الناس ويبدأ هو يقوله هو مش قصده يسرقه هو يعني ما عنده الشخصية ولا عنده data ولا عنده data analysis skills يعرف هو يطلع بيها او يستنبت بيها حاجة يقولها فبالتالي بيبدأ يكرر به كلام الناس التانين التعامل معي يجي على طريقتين واحد انك لازم تفاهمه ان انا عارف ان انت اخدت الكلام من الفلان الفلاني طب ماها اه يا مريوان ماها ساعت بيقى في الميتيج بياخد الكلام اه تقوله اه انا سمعتها لما فلان قالها شكل فيه بتسامه وعادي فيش حاجة طب بفرض هو اخد الكلام من حد قابله في كوريدور ولا في مكالمة ولا في ايميل وجاي يقوله تاني زي البغبغان ببدأ اقوله اه انا سمعتها من فلان او دي حاجة ممكن فلان يقولها بحيث انك تفاهمه في اول نقطة ان انت عارف ان هو بارت طب تاني نقطة لازم تقيم علي الحجة لازم يكون معك حجة اوكي مريوان لازم تقيم الحجة دي يا مريوان ده كلمة دي شكلها هتتكرر في معظم الانواع بتاعت الحيوانات هتلاقي كلمة دي متكررة اسف والحجة دي تيجي منين تيجي من انت يكون معك data ولا تخشش meeting ولا business negotiation ولا تخشش اجتماع ولا تخشش تفاوض مع حد غير لما تكون محدر data خلاص صعيب على اسمك وعلى منصبك انك تخشش اجتماعه انت مش محدر وتقوله مش مشكلة ما انا بعرف اتكلم شكس ما كده وده كان اول نوع من الحيوانات معنا تاني نوع donkey او حمار طب ليه donkey data only no knowledge or why مع data مع معلومات لكن ما عندوش معرفة يستخدم فعال معلومات دي ولا عندو ليه ولا عندو سبب مثال واحد صاحبي دمه خفيف واحنا ايامية كانت خبرتنا في الحقيقة اقل من دلوقتي بكتير وحصلت حدثة وصاحبي ده هي panicked ما عارفش يعمل ايه توتر فبدأ يقولي احصائيات عن الموضوع يعني الحدث اللي احنا شفناها دي ما عارفنش ساعد الناس والاسعاف جات وا 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 ربنا يكون فعالهم واحنا ماشيين بقى رايحين المشاول احنا كنا رايحينه بدأ يقول لي انت عارف ان اربعة وستين في المية من المصابين في كزا بيحصل لهم كزا طيب انت عارف ان التلتاشر في المية من المصابين في كزا طيب الداتة دي انت عارفها ليه اولا ثانيا الداتة دي احنا انبياء ايه اللي انا عايز اقوله ان فيه نوع من المديرين ايجي تقوله المشكلة يقول لك اه انت عارف ان 48% من العملة بتاعنا فضله المنتج الفلاني على المنتج العلاني حسنعمل ايه ما عارفش ما هنا من يمكنش ان اعمل حاجة في المنتج الفلاني عشن المنتج الفلاني اصلا هو اللي اماشي على العلاني واهمش حا Heilani نخلي العلاني مش عارف اى مي个 مثال حاجة في الage r برضو انت عارف ان فيه تمانية من اصل 20 مغوش الانترو 1992 حلو جدا data دي انت عملت ايه بقى؟ هل انت عندك نولدج عن اسباب المشاكل اللي عندك انت اللي خلت تمانية من اصل 20 انترفيو؟ طب انت بدأت تاخد اكشن عشان تخلي بقيت التمانية دول بقيت العشرين كلهم على التمانية يجوا الانترفيو؟ ولا انت مجرد داته وخلاص؟ ده كانت تاني نوع حيوان معنا تالت نوع حيوان الولف او Working on the last fire برضو انا اشتغلت مع نوع المديرين ده ومش انا كنسلتيش الليفل ده فقم اجعلهم ولا اكس ده あكس ده سين من الناس تكون كل ما شوفوا سيلاقي قاعد اميصو بقى البنتلون في اكلة على اميصو مش نايم بشعاي بريد بول بكميات مخيفة فاضل يعني اني ياخدوا فالوريد هنا حصل- تا في مشكلة فلانية والله انا بحاول احلها لدرجة ان انا بعد 3 ا 14 اقول تلو يا فلان انا بجد بقى לי 3 ا 4شهر بشوفك انت مفيش المرة شفتك غرج وانت يشغل يا مشكلة الي تبقى اعملي هي هو انا الي بقى عن مشاكل ساهلتها مسكت بس عادت افاكه في الكلمة اه يسين اه انت بتاع المشاكل ولاء انت مش مسؤول خلاني اقول نبدأ بلا ا حرم ايه لاء? لأ انت طبعا شغال في الشاكب اكيد بتصدرلك مشاكل واكيد بمه أساءك بيصدولك مشاكل واكيد زوم لاك بيصدoretك مشاكل اه صعب قوي ان انت تكون عندك كل انواع المشاكل من نوع الجديد اللي مش متكرر يعني ايه هو في انواع المشاكل employee باشا. في مشاكل جديدة ومتكررة. يبقى دي اول تقسيمة. جديدة ومتكررة. طب تاني تقسيمة. يئما مشاكل في صلاحياتك يئما مشاكل بغا صلاحياتك. لو انت مسكت الشكل ده هتدى تلاقي اربع نوع من مشاكل. مشاكل جوة صلاحياتك ومتكررة. مدام جوة صلاحك متكررة دي فوضها ادي حد تاني يبقى واخد بالو من مشكلة دي لما تحصل. عشان ما تضيعش وقتك كله فيها. اوكي. في مشاكل جوة صلاحياتك ل وحاجة جديدة ما بتحصلش حاجة اول ما ارى تحصل. ماشي قتندي لايه? في حاجة بطريق صلاحياتك اللي اتنين اللي جايين بطريق صلاحياتك. وحدة متكررة وحدة في الحالتين انت بتدي اكشن لمديرك. لكن انت ما يفعش تعدي عمرك اللي انت قاعد بتحل مشاكل. انت ولا بتطور ولا بتطور المخت服 تحتيتك. ولا بتطور سيم ولا بتطور نظام ولا بتطور حاجة انت مجرب بس شغال عمال تجروا المشاكل وتحلها وخلاص وبيضاع العمر يا ولدي وده كان تالت نوع من الحيوانات اللي معنا رابع نوع من الحيوانات اللي معنا رابع نوع ده شخصية ده قبلتها وما كانش مصري كان جنسية من اشققنا العرب الجنسية دي انا مش عايز زي ما انا مش عايز دايما الناس تقول مصري ده فهلاوي او حاجة انا مش عايز اخص بالذكر ان فيه جنسية بحالها بتنتمي للشكل ده لا طبعا استحالة ولكن للأسف اللي معروف في السوق زي ما احنا معروف عن احنا في هلاوين المصريين وان احنا عطول عايزين نتلصق وعايزين نماشي الدنيا الجنسية دي معروفة عنها للأسف اللي انا بقول عليه ده رابع حرام معنا هو الزيبرا او زيرو افيدنس بطريلي ارجنت هو مفيش افيدنس ولا في دليل ولا في داتا ولا في نيلة بس قاعد وبيتكلم مفاتح القميس لغاية هنا وباشا في نفسه والاكسنت في الانجليش طحفة جدا وكلها خيال كلها نظيفة والبرتفوليو في حاجة فضيعة فبالتالي هو الراجل ده ما عندهوش اي داتا ما عندهوش افيدنس لكن بيبدأ يتكلم بشكل فيه غرور ايه الحل الحل ان انت لازم ولابد تبدأ تكونرهم يعني تكونرهم يعني تزنقه في زاوية ازاي باشا انت في مشكلة محددها المشكلة انت محددها دي هتبدأ تروح وتيجي وتقوله ازاي نحلها ازاي نحلها ادك حل بعواجانه طب باشا معلش بس حتى اجبت الحال ده منين طب اللي يثبت النوع هيبقى صح انا عايز ابدأ اقيم عليه الحجة بس المرة دي بشان انا بس اجيب داتا ان انا اجيب داتا وابدأ اقوله ادين انت اكشن بلان مدام انت كده عارف كل حاجة والعالب واطن الامور يعني وده كان رابع نوع من الحيوانات معنا يلا بينا نخش على خامس نوع من الحيوانات خامس نوع من الحيوانات هو الهيبو او هايست بايد پارسنز او او الرجل اكتر واحد بياخد فينا فبالتالي لازم يقوله عن ضرائي طب مش بحتاج ولكن لو هو رجل مدير فانت بتسمع تمام وبتدي اكشن بلان بعيدة خالص عن اللي هو قاله طب لو هو كونسلتنت لأ بترجع للنوع اللي فات كورنرهم وتزنق وتقول ديني اكشن بلان اللي نحس ان الكلام ده كله كفتة لو هو تحتيك بتحط على اكشن بلان ما ترحمهش صعب اقول كل اللي تحتيك هيبقى هايست بايد لان هو مش هيموجود فهيبقى هو زميلك ياما زميلك ياما كونسلتنت والاتنين دول زي ما يقولك تزنهم باكشن بلان ياما هو يكون مديرك وتبدأ اه تمام وتبدأ تحط اكشن بلان بتاعتك لان هو مجرى بس هو عايز رأي عشان بس هايست بايد او الهيبو دول كان اول خمس انواع معنا من الحيوانات ان شاء الله باذن الله السلسلة دي مكملة كمان فيديو عشان نبدأ نتكلم عن تاني خمس انواع من الحيوانات ما نساش ان احنا بنعمل اه كونتنت مختلف تماما على فيسبوك ولينك دين وتيك توك وانستجرام فولو هناك فولو هنا سبسكرايب ولو الكونتنت عجبك شيروا مع حد يكون انترستد فيه اشوفكم على خير ودام بتتطوروا